موسيقى تكبرنا على الجولة التي ستكون قريبا ستكون إن شاء الله 23 جوية بمدينة حريبغا بالبيليوتك ميدياتك سيكونوا حاضرين فيها سيكونوا حاضرين بجموعة الخرجين دي المهرجان دار بدأ الدولي الضحك دي الدورة 17 سيكونوا معنا ناس الذين كانوا خرجين دي المهرجان دار بدأ الدولي الضحك ولا زالوا سيكونوا معنا حاضرين كالسي فاريد ديلياز اللي كنشكروا من هذا المنبر فكاهي موصاق الليق ومميز كذلك غيكون معنا الفكاهي المميز كذلك اللي هو السيد عبدو يكون حاضر معنا وغا تكون مجموعة دي المفاجآت ومجموعة دي السكيتشات والستاند اوب وغا تكونوا الناس دي الخريبغا سراحة سيكونوا يعني وحد العرس عرس مغربي بمدينة خريبغا إن شاء الله غا يكون الأوركسترا ديالو هي حقيبات الضحك وكنضن أن السي فاريد رهم وجدنا واحد المفاجآت كثيرة مع الفرقة دي الحقيبات الضحك اللي غا تكون حاضرها وغا نكون كذلك معهم غا ندير معهم لديركسيون داكتور إن شاء الله وغا نكون حاضر معهم مع السي فاريد في هذا الحفل الفكاهي والغنائي اللي غا يكون بمدينة إن شاء الله مدينة خريبغا يوم 23 جوية مع الساعة الثامنة مساء والدعوار مفتوحة لجميع الخريبغيين للحضور إضافة لأن هذه الجولة الفكاهية الغنائية المتميزة اللي غا تكون في جميع أرجاء المملكة المغربية من طنجة إلى القويرة إن شاء الله غا تكون عرض إن شاء الله بمدينة الجديدة يوم 29 جوية على الساعة الثامنة فمرحبا بالجديدين وغا تكون كذلك عرض بمدينة ستات إحنا كنت نتظروا الرطة ديالهم وكذلك بمدينة بني ملال وبمدينة فاس وبمدينة مراكوش وبمدينة طنجة مجموعة من المدن اللي غا تكون حاضرة إن شاء الله في هذه الجولة الفكاهية وغيكونوا معنا في الحقيبة ديالتضحك مجموعة من الفكاهيين اللي قلتهم منهم السي فاريد ردخلتوا الباليزة كان هرب لي واحد المرة وكان رديتوا الباليزة دابا وسديس عليهم الفكاهيين وغيكونوا معنا فنانين مغاربة اللي غيكونوا إن شاء الله مفاجأة لها الدورة هذي كذلك يجيوا معنا بعض الناس اللي كيدرولا ما جي من مدينة فرنسا ومن مدينة بالضبط من مدينة ليل وكذلك من بلجيكا وكذلك من مدن مغربية أخرى فنانين اللي متقلقين وتبارك الله هتكون واحد الجولة نوعدكم أنها غتكون ممتازة جدا وغيكون تضحك فيها يعني نون ستوب يعني الموج ديل الدحك إن شاء الله مشارك في مهرجان الدولي اللي الضحك الدار بيداء النسخة 17 اللي دورت مرحوم بوشعيب البيضاوي والحمدللله فس بجائزة الجمهور وبضيمن فس من هذه الجائزة بعد الجائزة تم تم اختياري من كون من حقيبة الضحك اللي غنديروا بان شاء الله تغني في مغوك اللي غندوروا عدة موضن من بينهم خريبقاء جديدة مراكش وإن شاء الله يكونوا عدة دوارات ومكرناش زعماء الجمهور يجي يتفرج فينا ويكتشفنا وكنبغي نشكر أولا أستاذ لطفي بورجي اللي ساندنا وعاوننا وكتشفنا كمواهب ساعدين إن شاء الله وكنبغي نشكر كل جوند الخافاء اللي وكفوا المهرجان الدولي للدار بيداء النسخة 17 والحمد لله المفاجأة الجديدة في الدورة الميراجان أننا في كل مدينة سيكون فنان معروف ستار اللي سيكون يشرف بنا ويشرف بالمدينة ديالو يكون ابن المنطقة إن شاء الله محمد لله هذا العام شارك في ميراجان دوغيغ الدورة 17 وفي السبا المرتبة الأولى جائزة لجلة لجنة تحكيم فرحان بساف بدل المشاركة ديالي رفقة الزمراء ديالي اللي شباك الله عليهم يعني موهيب يعني الحقيقة ديال الضحك مجموعين فيها غير الدرالي اللي شباك الله ودوس للباساج في ميراجان أولوهم لعبت بشارلي شابلن بسرنا شارلي شابلن اللي هو فكرة للأستاذ لطفي برجي الحمد لله توفقت فيه خدمشهم مزيان ونال إعجاب من الجمهور ودوس للباساج فنال في السيفار دوسوا للباساج ديري سولو